بحلول اليوم دخل العدوان الاسرائيلي على غزة شهره السادس حاصدا اكثر من مائة الف شهيد وجريح ومدمرا مناطق عن بكرة ابيها لكن الاشهر الخمسة المنصرمة رغم قصاوتها كانت شهدة على صمود فلسطيني يضرب فيه المثل وابداع صطرته مقاومة انزلت بالجيش الغازي خسائر جديدها اعلانه مقتل اكثر من سبعين من قادته الكبار منذ بدء عملية طفان الاقصى اما الهنة المتوخات فقد سقطت جولة مفاوضاتها الاخيرة بالضربة الاسرائيلية القاضية التي سددتها اليها الشروط والمطالب التاجزية للعدو وعلنت حركة حماس ان وفدها غادر القاهرة واكد مسؤول كبير فيها ان اسرائيل افشلت كل جهود المسطاء باصرارها على رفض وقف العدوان والانسحاب وعودة النازحين وحرية دخول المساعدات الى القطاع وذكرت مصادر مصرية ان المحادثات ستستأنف الاسبوع المقبل ما يعني ان بلغ الهدن قبل شهر رمضان غير ممكن وان بث الامريكيين اجواء ايجابية في هذا الشأن وزعمهم ممارسة ضغوط على الجانب الاسرائيلي لا يعد كونه كلاما بكلام على مسافة اشهر من الانتخابات الامريكية على الجبهة اللبنانية المشهد على سخونته حيث نفذ العدو جولة جديدة من الاعتداءات الجوية والمدفعية على بلدات عند الحافة الحدودية ردت عليها المقاومة جويا وارضيا اما التهويل الاعلامي على لبنان فجديده منسوب الى مصادر ديبلوماسية غربية وفيه ان اسرائيل ابلغت دولا غربية بانها حددت مهلة حتى منتصف هذا الشهر لتوصل الى تسوية سياسية مع لبنان وان لا فانها مستعدة لتصعيد العمليات العسكرية نحو حرب واسعة النطاق لبنان الذي لا يستسلم لهذا التهويل ينتظر تواصلا من اموسوكشتاين الذي سيبلغ المسؤولين بحصيلة محادثاته في تل ابيب بعد زيارته الاخيرة لبيروت على جمهة الاستحقاق الرئاسي اجتماع بعد ظهر اليوم لسفراء دول الخماسية في السفارة القطرية وذلك قبل يومين من الزيارة التي يقوم بها تكتل الاعتدال الوطني العين التيني السبت لنقل حصيلة جولته الاولى على الكتل النيابية وللاستماع الى ملاحظات الرئيس نبيه بري اشتركوا في القناة